وعشان كده نعمل ايه بقى؟ احنا في الوقت ده انا نصحتي بتكلم بصدق لازم عندنا توازن ما بين حاجتين اول حاجة نقلل مشاهدتنا للمحتوى العنيف الدمون ما تستعجلش قلل مشاهدتك للمحتوى العنيف الدمون وشارك في نشر بشاعة بشاعة هذا العدوان خلي العالم كله يعرف الجريمة دي بشتى الصور بس في نفس الوقت لازم بشكل واضح تتوقف انت عن انك انت تعد تتفرج لانه هو قاصد يعمل ارعاب هو استاذ ارهاب هو اللي بيصنعه وهو اللي بيموله وهو اللي بيعمله فهو استاذ ارهاب فهو عايز يرهبنا فعشان كده لازم نعمل حاجتين عشان نبقى نفسنا طيبة اول حاجة نقلل للمشاهدة وتاني حاجة نعرف العالم كله هذه الكريمة احنا ابننا اخوانا من اليهود في كل ديوانا محدش رفض ده وعشان كده بعض الناس كانوا بيستغربوا انتوا ليه بتعملوا كذا 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 احنا كنا بنعمل ده عشان عارفين انه يجي في يوم من الايام وحد يستغل ده وعشان كده ببساطة هذا لابد نحنا نعرفه للعالم في فرق كبير جدا 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 بين من يستغل الدين ومن يعيش بالدين تاني حاجة ساهم بالتبرع لأهلنا في غزة والتطوع وتجهيز حملات الإغاثة سواء بالمجهود او بالمال تالت حاجة استمر في عملك واستمر في التنمية واستمر في البناء المهم والمطلوب منك لو عايز تنصر اخوانك في غزة ان انت تثبت وان انت تتعمر وانا دايما بقول للناس ايه اللي حصل استمروا في العمران بيخافوا منه بيخافوا من العمران اوي اوي لان هما اسدزة في الهد لكن هما لما بيشوفوا العمران بيخافوا منه عشان كده هما مش عايزين حاجة معمرة عايزين يهيجوا الدنيا لان هما عندهم في فكرهم المريض ان كل ما اشعلت النيران كل ما اشعلت الحروب نروح للنهاية العالم لا خالص احنا عن عمر احنا عندنا اذا قامت القيامة وفي ايا ايا دي احدكم فسيلة فليغرسها نغرسها ونفضل نغرسها وعشان كده افضل اغرس الفسيلة دي في بيتك في شغلك في الطريق مع الناس انشروا في الناس الامل واني ده مش هيعمل اي حاجة بدون امر الله وكل يوم اشكر ربنا سبحانه وتعالى على نعمه او في الوقت ده او في الوقت ده في الوقت ده في الوقت ده لان هو داوة الوقت اللي يخليك تقدر تشير الغشاعة عن انك وتشوف النعم الله سبحانه وتعالى ودايما اخر اجراء دايما الكيان السيوني بيحاول يصورها ان هي قضية دينية ويستدل بنصوص مقدسة في حين ان احنا ما كانش عندنا مشكلة دينية مع الديانة اليهودية ابدا فهم عاشوا في كل مكان علم اولادك ده وخليهم يعيشوا ده عشان ما يجيش حد يضحك عليهم بعد كده ويقول لهم تعالوا اقبلوا فلان لانه لانه متدين لا 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 خالص هذه اللعبة خلاص ما باقيتش تلعب اللعبة ايه اقبل فلان عشان هو متدين لا هو مش متدين ولو كان متدين كان عادي في قيمة السلام وقيمة الرحمة وقيمة الجمال وقيمة الخير وقيمة العمران لو حافظ على حياة الانسان وعلى دمه وعرضه وما انتهكش لا حرمته ولا ارضه يا رب جعلنا دايما سبتين على ده لا محبطين ولا ايه حاجة يعني بنصير بجده بسبات دايما وعارفين الحق وفاهمين الحكمة ونستمر مع مهولانا سبحانه وتعالى حسين بمدده وعارفين مدده وكل اللي بيحصل ده هينجلي بعونه سبحانه وتعالى والله هينجلي والله ما هيبقى منه شيء غير وصمة العار على جبين الذي ظن انه يغير قدر الله بان الدماء والاعراض والحياة محفوظة هيظل هو دائما يحكي التاريخ انه كان وحشا وكان لا انسانا وسيظل يحكي على انه ابدا لم يعرف حرمة لا للدم ولا للعرض ولا للانسان ويفضل اهل الايمان هما اللي تمسكوا بكرامة الانسان